افتتح الفريق أول الركن السمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مبنى العيادات الخارجية التابع لوحدة الإسناد الطبي بالحرس الوطني في منطقة لسخير ولد وصول سمو رئيس الحرس الوطني يرافقه معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني كان في استقبال سموه كبار ضباط الحرس الوطني بعدها تفضل سموه بإزاحة ستار عن لوحة الافتتاح إذانا ببدء العمل في مبنى العيادات الخارجية بكامل طاقته الاستيعابية كما قام سموه بجولة في مرافق المبنى مستمعا لإجاز حول التجهيزات والإمكانيات المتطورة التي يضمها والتي تمثل نقلة نوعية في القطاع الطبي بالحرس الوطني وتقدم أفضل سبل الرعاية الصحية لمنتسبي الحرس الوطني ويضم المبنى عددا من عيادات الطب العام والأنف والأذن والحنجرة ومركزا متكاملا لجميع تخصصات طب الأسنان ومجهزا بأحدث الإمكانيات المختبرية التي تمكن منتسبي الحرس الوطني من الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بالإضافة إلى جهاز الأشعة ثلاثية الأبعاد الذي يعتبر نقلة نوعية وتطورا تكنولوجيا في فحص جذور الأسنان وعظام الفك بشكل ثلاثي الأبعاد بواسطة كاميرا عالية الجودة إلى جانب ذلك فأن المبنى يضم صيدلية مجهزة لتقطية كافة الاحتياجات الدوائية للعيادات الخارجية بالإضافة إلى غرف للملاحظة والفحص والإنعاش وسحب الدم واختبار السمع وغرفة تعقيم مخصصة لتحضير الطاقم الطبي قبل الدخول لغرفة العمليات الجراحية البسيطة الموجودة بالمبنى وعلى هامش الافتتاح أكد الفريق أول الروكنس مو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بمستويات التحديث والتطوير الشاملة التي يشهدها صرح الحرس الوطني والتي تترجم رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في تعزيز قدرات الحرس الوطني للمساهمة في عملية البناء والاستهار التي تشهدها مملكة البحرين كما أكد سموه أن مبنى العيادات الخارجية بالحرس الوطني يأتي ضمن مشاريع التطوير والتحديث المنضوية تحت مضلة الخطط الخمسية الاستراتيجية لرفع كفاءة مختلف قطاعات الحرس الوطني وخاصة قدرات وحدة الإسناد الطبي من خلال تنفيذ المشروعات المتكاملة لتأمين الرعاية الصحية لمنتسبي الحرس الوطني وعبر سموه عن شكره وتقديره للكادر الطبي من منتسبي الحرس الوطني لجهودهم وتفانيهم في رفع جاهزية الحرس الطبية وما يوازي مستويات الكفاءة والجاهزية التي يتميز بها هذا الصرح العسكري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر